فيها الست شهور أنا دمرت حياة إشكي لازم على القليلة أمن لها شغل ولازم صلح كل شي عملته معها أنا لقيت إلا شو لقيت إيه؟ أنت بتوسق فيي أنا لقيت شغل لإشكي بسينغافورة وهي شكلها موافقة وحابة عرض الشغل وهلأ قللي رح نحدد موعد نهائي للعرس ولا لا؟ ما في أي سبب يخليني إرفض هذا الشغل وهذا اللي بده يا أهان أصلا بده يعني سافر إشكي رح تسافر شو أهان؟ شو بقول لأماما وبابا؟ لهالدرجة صعر صعب على إشكي تكون قريبة مني لحتى تقرر تسافر إشكي ما بتحلم أبدا تكون ست بيت مثلي أنا وصناني هي بتفضل المكتب على المطبخ وكمان أحلامها كتير كبيرة بصراحة أنا بس فكرت أنه هيك منقدر نشكري على كل شي عملته معنا بها الفترة أنت كنت عملت مثلي لو كنت بمكاني معقول إشكي تبعد عني؟ صح أنه ما بنعرف وين ما يانك بس بالنهاية رح نعرف وين موجود صونه رجعت حياته طبيعية وإشكي هلق عم تتحسن ونحنا نحنا شو ناطرين لهلق يا أهان؟ ليش ما منحدد موعد لعرسنا بقى؟ ليش إشكي ما قالت لي بالمشفى أننا مسافرة؟ معقولة بدي تسافر بدون ما تخبرني؟ باعتذر منك على كل المشاكل اللي صارت بسببك شو أهان؟ جاوبني؟ شو بدي يقول لأهلي؟ أخي؟ أخي تعا حالة طارقة تعا يلا شو فيك أرتيك؟ ما عندي وقت خبرك هلأ يلا أمشي أخي يلا تعا 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 يلا بيرا؟ مو لبيرا الحالة طارقة الحالة طارقة اللي كانت بالغرفة جوا شو بك بشو عم تفكر؟ شو بك ما تكون غابي أخي؟ فهمان علي شو لأيمتى بدي ضل انقذك من ريا أنا؟ طيب ليك بشرح لك أوكي؟ وأنت عم تحكي مع ريا بيمين عم تفكر؟ أشكي؟ أم؟ أترف لأشوف؟ أم؟ مظبوط؟ يلا أقول لأشوف شو خجلان؟ بدك تهرب من الجواب يعني كلامي صح أنا وريا مخطوبين هلأ تماما أخي أنت وريا هلأ مخطوبين وبدأ تحدد موعد العرس بس اللي بقلبك أنت إشكي الحب اللي على بالك؟ ننا 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 ن هلأ أنقصتك من الحالة الطرقة اللي جوا أخي كل إنسان إلو حق يشارك مشاعره وأنت كمان لا تخبي يا أخي رجاء هلأ فيك تهرب من سؤالي بس كيف بدك تهرب من الحقيقة اللي جواتك سيد أهام ملهوترة ما بتعرف كارتيك إيش كلي عم تهرب من الحقيقة اللي جواتك لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها